عدل إلى بل كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإخوة والأخوات قيادة حزب العدالة والتنمية حضرت سيدة أستاذة يغمرني صعور بالاعتزاز ونحن نجتمع اليوم في هذا الحفل لنرفع صوتنا من جديد لنصرة إخواننا في فلسطين وفي لبنان باعتبار قديتنا وأعتذر لكم عن غياب رفقي محمد بن عبد الله لوجوده في مكان بعيد على الحدود المغربية الزائرية ولم يستطع الحضور ولهذا أنا سأعيدني وجوده بينكم تمنات قبل عليا وطاحية لبانية وقيادة لطانية وطاحية لبانية وقيادة لطانية طبعاً الحضور في مهرجان ينظمه حزب العدالة والتنمية هذه المناسبة هذه في الواقع إنها كتعبر على واحد شيء جميل عبر عنه الأخ الذي سبقني بالكلام وهو أننا في هذه البلد السعيد لنا قوى سياسية أعطاها الله حباها بحكمة تجعل أنها تتوحد حول القضايا المصرية ويمكنها التختلف في كل الأمور الأخرى وهذا النعمة التي تجمعناها في القضية الوطنية وكتجمعناها في القضية الفلسطينية هي في نفس الوقت رسالة رسالة إلى الجميع رسالة إلى إخواننا الفلسطينيين كذلك بأن الوحدة أساسية في كفاحهم وفي نضالهم وفي مقاومتهم لعدو المستغرس وهذا المغريب وحينها ناسه وهذا المغريب وحينها ناسه ألا ما يطبع يجمع رأسه ويو الخائن يمشي بحاله ألا ما يطبع يجمع رأسه ويو الخائن يمشي بحاله ويو الخائن يمشي بحاله كما تعلمون نحن نعيش الآن في منطقتنا ويواجه الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وشعوب المنطقة بصفة عامة مرحلة خطيرة هي دخل في السياق التي من أجله خلقت إسرائيل يستهدف من خلالها الكيان الصهيوني ومن يؤازره لأن إسرائيل ليست وحيدة في المعركة لها من يؤازرها بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبقيادة البلدان الإمبريالية التي زرعت ونشأت الاستعمار منذ أكثر من قرون بما فيه وجود الولايات المتحدة هي منح استعماري استطاع أن يستبدل شعبا بقادمين من آفاق أخرى ويريدون أن يعيدوا نفس الشيء بالنسبة للمنطقة العربية في الشرق الأوسط ولهذا الكيان الصهيوني يريد إعادة ترتيب الخريطة السياسية والبشرية للشرق الأوسط وقد عبر عن هذا بكل وضوح المجرم ناتنياهو وزبانيته بقولهم دعونا ننهي العمل العمل الذي بدأته الدول الأوروبية الاستعمارية والحركة الصهيونية ونفدته في عدة مراحيل بدأت المرحلة الأولى في نهاية القرن التاشع عصر بالسعي الصهيوني إلى وجود مكان لهم في الأرض يكون دولة أو مكان موطئ قدم لليهود وتعرفون التاريخ تاريخ فلسطين وتاريخ هذه القضية الذي استمر من وعد بلفور إلى 48 حيث بمؤازرة ومساعدة الاستعمار الإنجليزي وتواطئ الاستعمار الفرنسي وكذلك مباركة كثير من الدول بما فيها الاتحاد السوفيتي أنا ذاك استطاع الصهيون أن يهجروا جماعات إرهابية إلى المكا إلى فلسطين واستطاعت هذه الجماعات الإرهابية التي هي الجنين الذي ولد هذا الوحش الإجرامي الذي نواجهه اليوم حيث استطاعوا أن يشكلوا دولة بقيت على أصلها دولة إرهابية كما كان صانعوها في الأول في جماعة ستيرل وهاجانا وكذلك الجماعات الأخرى التي تكونت منذ سنوات الأربعين وتعلمون أن المعركة التي كانت مع الفلسطينيين كانت على أساس إبادة الفلسطينيين وأخدم نازلهم وأراضيهم وكانت النكبة الأولى سنة 48 بعدها نظرا لميازين القوى في العالم استطاعت إسرائيل أن تنتجع خرارا من الأمم المتحدة يقسم الأرض بين الشعب الفلسطيني الأصيل ويأخذ اليهود الآتون من آفاق كثيرة وأساسا من أوروبا آنذاك ليكتكون لهم دولة في حدود السبعة وربعين ولكن إسرائيل كان لها مخطط آخر استمر وهي أنها وهي الدولة الوحيدة التي ليست لها حدود محددة واستطاعت في كل المعارك التي خادتها الدول العربية وخادها الفلسطينيون أنها توسع نطاق نفودها الترابي فكانت معركة 67 وكانت معركة 73 وكانت المعارك الأخرى وأستطاعت إسرائيل أن تحتل الضفة الغربية وتحتل غزة وأن تحتل الجولان والآن لا زالت تحتل الجولان التي ضمته إليها وتعترف الولايات المتحدة بهذا الضم وكذلك ضمت القدس الشريف وكذلك الآن تسعى إلى الإبادة الجماعية الإبادة الكلية لسكان غزة لأنها لا تعتبر أن وجود الفلسطينيين شيء يهمها وقد هناك تصريحات كثيرة في الأيام وفي السنوات التي يقول فيها عدد من قدت الصهينة أن بلادهم تصل إلى دمشق وتصل إلى شمال السعودية وقد تصل إلى الرافدين ويعتبرون أن عليهم أن يسترد هذه البلاد التي لم يكون أبداً فيها حتى في الغابر من العقود الآن نحن نوجد منذ طوفان الأقصى أمام مرحلة جديدة طوفان الأقصى أخرج القضية من التي كانت قبرت قبرت نظراً لعدة تراكمات لا بد أن نتدبرها ولا بد أن نستنتج العبر منها فإسرائيل ليست دولة طبيعية فلهذا كلما تم التفاوض معها وقبول حلول وسطى معها إلا أخذت ما أعطي لها وأخذت منا ما لم نعطيه لها وهي سارت على هذا المنهاج منذ ولادتها إلى الآن الآن نحن أمام غطرسة إسرائيلية وصلت بناء إلى حد الجينوسيد يعني حد الإبادة العرقية للشعب الفلسطيني وهو هذا الأمر يسير بصفة منهجية الشعب الفلسطيني فقد منذ 7 أكتوبر 2023 42 ألف قتل في غزة وحدها وكذلك يضاف إليهم المفقودون الذين يوجدون تحت الأنقاذ ولا يعرف عددهم إلى حد الآن وكذلك هناك 22 وخمسمائة ألف مجروح غيرت غيرت مجرحة بمعنى على أنهم يعيشون بعهة مستدامة إلى الآن تم هدم الجامعات والمدارس والمساكن والمستشفيات والتزهيجات الأساسية تم تدمير شبكة الماء شبكة التطهير الشبكة الكهربائية يعني إسرائيل تريد أن تعيد غزة إلى ما قبل التاريخ بتدمير المنهج واليومي لأسس حياة الشعب الفلسطيني الذي استطاع الصمود والبقاء ولم يرحل رغم التقتيل ورغم الأطنان من القنابل التي ترسل فوق رأسه كل يوم لا زال مستمرا ولا زال مقاوما وقد أظهر على أنه يستطيع أن يقاوم إلى الأبد ثم الآن يوجد آلاف المعتقلين والمفقودين داخل 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 كيان الصهيوني تم استحابهم وقتل مئتين صحفي فلسطيني وتقام هذه المصدر وهذا المقتل في غياب شهود عيان من الصحافة الدولية ولحسن الحظ أن هناك فلسطينيين يقومون بالعمل وهناك كذلك عدد من الجمعيات التي تشتغل في مجال المساعدة الإنسانية التي استطعت أن تقدم شهادات وهناك كذلك قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن إسرائيل وقادتها يقومون بجنوسايد يعني بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني في عقر داره وإسرائيل تريد أن تصفي الوكالة الدولية لإغادة اللاجئين وهذا تسعى من خلاله إلى هدفين الهدف الأول وهو أن هذه الوكالة شاهد على أن هناك لاجئين فلسطينيين انتزعوا من أراضيهم ولا زالت لهم حقوق وتقوم بمساعدتهم بضم المساعدات الدولية التي تأتي وإسرائيل قالت على أن لنرو تشتغل لحساب حماس وقالت كذلك على أن موجودون من بين موظفيها بعض بعض العناصر 11 أو 12 العنصر من حماس وهذا لم تستطع إلى حد الآن أنها تقدم الدليل على ذلك وهي الآن تقصف المساعدات الإنسانية وتقصف حتى قصفت حتى مكان الأجنس فرانس برس يعني الآن أصبحت إسرائيل لا شيء يحد من غطرستها ولماذا تقوم إسرائيل بكل هذا تقوم به لأن طبيعتها إرهابية ولأنها لها سند غير مشروط وغير منتهي من الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوروبا الغربية وعدد الصهاين عبر العالم ولكن في مقابلة هذه الغطرسة ومقابلة هذا الدعم الذي بدونه لن تتوقف إسرائيل لا تزيد حدود لتوقفها فلو أرادوا أرادت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإنجلاتيرا والسويد وغيرهم من البلدان لو أرادوا أن يقفوا الحرب لا أوقفوا مدهم بالسلاح وبالعتاد ولا أوقفوا كذلك التعامل معهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ولا جمدوا أصولهم كما فعلوا مع روسيا مثلا وهنذاك يمكن أن نبدأ مسوارا زديدا في التفاوض وفي إمكانية توقف إطلاق النار وفي إمكانية الخروج بحل يوقف إراقة الدماء وأظن بأنه الآن نحن أمام حالة فريدة من نوعها لم يشهد لها متيل العالم إلى ومن هذا هناك حكومة تقتل كل يوم وتبيد كل يوم ولا أحد يوقفها حتى بايدن عندما اقترح مع مكرون إقاف النار في مناسبات كثيرة وخصوصا عندما تعلق الأمر بلبنان عندما ناتنياهو الذي كان قد أو ما ألهم بأنه قد يقبل عندما رفض تراجع بايدن طبعا ماكرون أخذ موقفا تاني ووبخه ناتنياهو على ذلك بل بايدن فارح لمقتل حسن نصر الله وصرح بذلك علنا وهذا قمة الخبط الذي يمكن أن يعبر عنه رئيس دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر نحن الآن أمام أمام وضعية في الواقع هناك غطرسة وهناك تقسيل وهناك دعم ولكن هناك كذلك مقاومة مقاومة شرشة مقاومة صحيحة مقاومة مستمرة مقاومة لها من الدعم الدولي ما هو يتعظم يوماً بعد يوم الآن وقد تم الإشارة إلى ذلك اليوم في كل بلدان العالم ينزل الناس إلى الشوارع لمساندة الكفاح الفلسطينية ولمساندة للشعب الفلسطيني وللتنديد بالغطرسة الصهيونية وبالتنديد بالوحشية وبالتنديد بالجنوصاية محكمة العدل الدولية أبنغت قرار تقل فيه بكل وضوح أن إسرائيل دولة مستعمرة لبلد اسمه فلسطين وأنها ليس لها الحق بأن تقوم بكل ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية قال وكيلها العام على أن ناتنياهو ووزيره في الحربية أنهما مجرمي حرب محتملين يجب محاكمتهما وهذه المحكمة للأسف إلى يومنا هذا لم تعطي ما يجب من استمرار لهذا الرأي الذي أخرجه الوكيل العام لهذه المحكمة ثم هناك الآن على مستوى كل القارة القارات الخمس هناك يهود يقولون إسرائيل لا تتكلم باسمنا وينددون بذلك وقد كتبوا بما فيهم مؤرخين وبما فيهم متقفين كتب كثيرة تبين الجرائم التي اقترفتها إسرائيل منذ نشأتها فهناك كتاب إسرائيليون مؤرخون تكلموا عن الإبادة التي قامت بها إسرائيل مع بن جوريون في 1948 وكيف أنهم قتلوا الناس في دير ياسين وقتلوا الناس في مناطق أخرى بالحزز وبالوطاق بما فيها الوطاق الوطاق إسرائيلية وهناك طلب مجندون في أمريكا في أنجلترا في أوروبا في إفريقيا في أسيا في أمريكا التي هناك مناضلون هناك ناس يعني هناك دعم دولي واحتضان دولي للقضية الفلسطينية أشعلها طوفان الأقصى وهذا شيء يحسب للمناضلين الذين قاموا بهذه العملية التي جعلت القضية الفلسطينية في صدارة القضايا التي تطرح في صلوات الأمريكي بسرائيلية في صديق العالمين في صلوات الأنفحي بسرائيلية تجمع ذلك البعض تجمع ذلك الإسلاميين تجمع ذلك الإسلامي تعلمون أن لبلادنا علاقات خاصة مع القضية الفلسطينية فباب المغاربة شاهدوا على أن المغاربة قاموا لنجدة الأقصى ونجدة فلسطين عندما كانت خالى الصليبيون يحاولون تمسى معالم هذه الأرض التي كانت دائما أرض تسامح بين مسلمين ومسيحيين ويهود على مر العصور ومنذ ذلك الحين المغاربة يشدهم حنين خاص للقضية الفلسطينية ويمكن أن نستعرض ما قام به المغرب المستقل من أجل القضية الفلسطينية أذكركم أن بلادنا كانت أول بلد يقرر سن ضرائب لفائلة فلسطين وهذا يحسب لنا أن بلادنا كانت محتضنة للقمة العربية التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني بلادنا ملكا وحكومة وشعبا قامت باحتضان الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة لديها بلادنا قدمت ضريبة الدم في الجولان باستشهاد كثير من أبنائها كما استشهد كثير من أبناء المغرب وهم استغلون داخل المقاومة الفلسطينية إذن علاقاتنا بفلسطين هي علاقات وطيدة نحن شعب لا شعبين كما نقول دائما لأننا نعتبر أن إخواننا الفلسطينيين جزء لا يتززأ من فياننا المغرب كذلك لعب دوراً مع الفلسطينيين لإيجاد حل سلمي للقادية الفلسطينية وكان المنح الذي تعرفونه هو الذي أدى إلى أصله واستطاع المغرب أن يحترم استقلال يتقارر الفلسطينيين نحن نعرف أن إخواننا الفلسطينيين هم شعب حي شعب متعدد شعب يتناقص شعب يتوفر على أجمل وأحسن الكفاءات في المزال الفكري والسعري والأدبي والعلمي وهم بطبيعة الحال كأي شعب حي يمكن أن تكون لهم رؤى مختلفة حول ما ينبغي القيام به ولكن كان المغرب يسعى دائماً إلى توحيدهم ولم شملهم لأن في لم شملهم قوة لهم طبعاً تعرفون المنأة أصل الفلسطينيون التزموا بما كان مسطر وما ينبغي أن يقوموا به لكن إسرائيل لم أبداً تحترم أوفاق أصله كما هي بل عملت كل شيء لتقويدها وإنهائها فمن هنا يأتي سساؤل هل هذا الكيان الذي لا يحترم إمضاءه ولا يحترم التزامه والذي يسعى دائماً إلى تغيير موازين القوار هل هذا الكيان طبيعي هل هذا الكيان يمكن أن تكون لنا معه علاقات طبيعية هل يمكن أن تكون لنا علاقات طبيعية مع من في كل يوم يمطرون غزة بألاف الأطنان من المفرقات هل يمكن أن يكون لنا علاقات طبيعية مع هذه الكيان ولهذا نحن نعتقد في حزب تقدم والاشتراكية أن العلاقات مع كل الدول ينبغي أن تكون مع دول طبيعية ليست دول مارقة بقالة مارقين بقالة فاشستيين بقالة يتنتظرون المتابعة أمام المحكمة العدل الجنائية الدولية ولهذا اعتبرنا على أنه ليست لدينا مشكلة في علاقات مع أي دولة كانت ولكن على أسس أن هذه الدول تكون محترمة وتحترم كلمتها وإمضاءها وهذا ليس وضع إسرائيل حاليا ولهذا لا يمكن أن نقبل أن نستسيغ أن تكون لنا علاقات طبيعية مع إسرائيل شكرا على حسين ترجمة شكرا على حسين ترجمة